من المشاكل اللي ممكن تقابله الواحد وهو بيستخدم انه هو يبع عنده بس مش عايزها قيمة سابتة على طول عايزها متغيرة. مسلا في الحالة بتاعت ديت انا معرف هنا عند درجة حرقة سابتة اللي هي خمسمية كيلفن. والهوى داخل هنا بدرجة حرقة تلتمية. طبعا بيسخن على طول. لو انا عايز اخلي هنا نتيجة لشيء ما بتتغير مع يعني في الاول بتبع بردة بتبع في النص سخنة وفي الاخر بتبع بردة. ازاي اقدر ادخل ده. هلاقي ان ما فيش لده داخل العادية اللي احنا متعودين عليها. لو انا جيت هنا دخلت في بتاعي الول. ودخلت في الجزء بتاع هلاقي المكان اللي انا بحط فيه درجة حرارة. واللي هي رقم سابت. ولا في حاجة اسمها هنا ودي مسؤولة عن شيء تاني خالص ما ينفعش من خلالها ان انا دخل حاجة في صورة او فالطريقة الوحيدة عشان اقدر اعمل كده وان انا ادخل بتتغير مع وممكن كمان مع حاجة التانية ممكن مع 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 اي حاجة ان انا استخدم حاجة اسمها او ده كود بيتكتب بلغة بربط الكود ده مع وهو ده اللي بيسمح لي ان انا اعمل تغييرات منها ان انا اتحكم في وخليها على او او اللي اعجبني قبل ما ادخل في الكود او كتابة دي عايز بيتس اوضح بعض المسميات اللي هي في بنتعامل معها واللي بتختلف شوية عن المسميات اللي احنا معروفة عن اللي احنا نعرفها في الانسز نفسه انا هفتح هنا مثال لحاجة سري دي اللي ادي مش سري دي لبقى بعدية اللي في بنتعامل مع الزون او المنطقة ديت كده اي جزء من الدومين بتاعي بنقول عليها يعني ده كده الجسم ده كده على بعضه بنسميه وسيل سريد وسيل سريد ده عبارة عن طبعا بعد ما بتعمله مش عبارة عن اجسام او حتة صغيرة من المش كل حتة من دول شكلها السري دي ده بنقول عليه سل يبقى انا عندي مجموعة من السلس اللي هي بتكون المش مع بعض كلها بتكون منطقة اسمها سلس رد اللي هو ده كده على كله على بعضه اسمه سلس رد بالنسبة للأوجه كل فيس كل فيس من ده او ده كل واحد منهم بنسميه فيس رد وبيتكون من مجموعة من الأوجه اللي هي تمثل أوجه المش يعني كل مربع ومستطيل من دول بيتقال عليه فيس لكن السطح كله على بعضه بيتقال عليه فيس رد المسميات دي مهمة علشان اسناء ما احنا بنكتب الكود آآ ولو دخلنا على المانوان الخاص بالكود او اليو دي اف بنلاقي بيشير الحاجات دي بالمسميات دي مش بالمسميات اللي احنا عارفينها داخل الانسس يعني ما بيقولش على ده باوندري لا بيقول عليه فيس رد ما بيقولش على الجسم ده كله في الجسم ده كله بتاعي زون لا هنا ما بتاعش عايزون في ال اخر حاجة هوضحها قبل ما نتنقل الكود هو ازاي اصلا بيجي يعرف في الحالة العادية بتاعتنا اللي احنا اه اللي احنا ديت مثلا احنا ايه هو اللي بيحصل عشان يعرف بخمسمية هنا لو رجعت تاني بصيت على المش اللي بيحصل لان الانسس ادي دي الحالة بتاعتنا الانسس بيبدأ يعدي على كل فيس من احنا عارفنا دلوقتي ان ده فيس ده فيس ده فيس وهكزا وكل السطح ده كله اللي هو الجدار اسمه فيس سرد فالفلاوينت بيعد على كل فيس من دول واحد ورد تاني ويدي لكل فيس منهم درجة حرارة السابتة اللي انت عرفته له في الفلاوينت يعني بيعد على ده يقول ده خمسمية ده خمسمية ده خمسمية وهكزا انا في بتاعتي كل اللي عايز اعمله ان انا اقول له عدي عليهم برضو بس كل واحد منهم قبل ما تديله درجة الحرارة شوف مكانه فين الاكس بتاعته بكام وعلى حسب الاكس دي بتتديله درجة الحرارة المناسبة على حسب الاكس على حسب طبعا المعادلة اللي انا عارفها وبتقى في الاكس فانا دلوقتي قاتي الكود انا طبعا كاتب الكود ده داخل فيجر استوديو انت مش محتاج تعمل كده الكود يكتبه في اي اي بس خلي امتداده دوت سي بدل ما يبقى دوت تكست انا كده في فيجر استوديو علشان بس ترقيم الاسطور ده بيساعد والتنسيب يبقى افضل شوي. في الحاجات لازم تسطب فيجر استوديو لازبابها اوضحها بعدين. دلوقتي الكود الوساطي ده ده الكود المنموم اللي لازم تبدأ بيه عشان تعرف اي سواء درجة حرارة او اي حاجة تانية. هعرف هشرح كل جزء او كل سطر من دول واحدة واحدة ونشوف ازاي احنا نقدر نعدل الكود ده علشان نعمل التنباشة اللي احنا عايزين. اول سطر ده ده هتكتبه بغض النظر انت عايز تعمل بتعمل ايه? السطر ده هو اللي بيربط الاوامر الاساسية اللي بيفهمها مع الكود اللي هتكتبه بلغة سي بلاس بلاس. وبعد كده في حاجة اسمها اللي هي المجموعة الكود ده كله على بعض. ده هو الكود المسؤول عن التعريف اي حاجة تخص. اصلا ممكن استخدمها في حاجات تانية ممكن اغير حاجة اسمها ممكن اغير حاجات تانية كتير. لما بعوز اغير باستخدم حاجة اسمها وافتح قصين. قصين عاديين من قصين دول. وبكتب هنا تلات حاجات. اول اسم ده ده هو اسم اللي انا عايز استدعي به اللي انا هعرفه. انا دلوقتي هعرف بمعادلة معينة. المفروض دلوقتي بقى عايز ينفز المعادلة دي. فهدخل هنا في واجه على والمفروض ان انا هلاقي لما هدخل في بتاعت الجدار هلاقي هنا اسم اللي انا اخترته في الكود. عشان اعرف ان انا ممكن يكون عندي بروفايلز كتيرة وكل بروفايل في مكان معين من الدومين. فكل واحد من هم انت بتديله اسم مميز. بيعجبك اي اسم يعجبك. فبتستدعيه لما تيجي تستدعيه بتلاقي الاسم اللي انت اخترته في الكود مكتوب هنا في الليستة دي. فانا دلوقتي هارجع للكود هنا. وانا هنا بسميته ده الاسم النفوض لما بخلص هلاقي جوا في تظهر عندي واستخدمه عشان يشير الى الكود ده اللي انا اتكتبته. تاني اسم ده هنا بيمثل. زي ما قلنا ده اللي هو السطح بالكامل على بعضه. ففي الحالة دي انا سميته لان انا عندي بتاعي هو الجدار. فسميته المهم ان انا بعارف دلوقتي كلمة دي لما حب اشير الى السطح اللي انا هشتغل عليه. هستخدم نفس المسمى ده. تالت حاجة هنا بكتبها قبل ما في القوس هو البرامتر اللي انا هشتغل عليه او اللي انا هغيره. هاختار اسم يمثله. اي اسم برضو يعجبني. انا في حالة هنا هتعامل مع فسميته تي. اختار اي اسم او اي تمثيل يعجبك للمسميات التلاتة. بس المهم انت بقى فاهم ان كل واحد بيتشير الى ايه? وعشان لما بيجي تشير لنفس الحاجة دي بعدين داخل الكود تستخدم نفس المسمى اللي انت سميته. بعد كده بتفتح قصين اللي هما براكس دول. بتفتحهم ده اللي هو داخل الكود ده او ما بين القصين دول هيبقى الكود المسؤول عن تعريف بتاعدي. زي ما لسه الشارح دلوقتي وقلت ان ان بيعدي على ويدي له درجة الحرارة المناسبة ليه. فهو لما بيعدي على كل بيدي له اسم. لازم يدي له اسم. فهو الاسم ده عشان انا هنا محتاجة اقول له الاسم ده ايه? بدي له اي رمز برضو. فبكتب ده كده معناها ان هو فيس كجزء من فيس سرد. والاسم اللي بتاعه اللي انا هستخدمه اف. يبقى دلوقتي اف ده يشير الى فيس كجزء من فيس سرد كبير اللي هو الوول بالنسبة لي. بعد كده انا عايز اقول له دلوقتي عدي على كل اللي في الوول. فبكتب حاجة اسمها بجين افلوب وافتح قوسين بجين افلوب دي مسؤولة عن ان انا عدي على كل اللي في السرد بتاعي او في الوول بتاعي. فبفتح قوس قوسين دول اللي هما العديين خالص. واكتب هنا المسمة اللي انا هديه لكل فيس وانا بعد عليه واحد واحد. اللي هو انا لسه معرفه فوق اللي هو الاف. فانا هكتب اف. كومة واكتب هنا السطح اللي انا عايز اعمل عليه اللي انا عايز اعود اعدي على كل آآ فيس منه. اللي هو بالنسبة لي الوول. فهستخدم نفس المسمى اللي انا عرفته فوق. اللي هو كلمة اللي انا عرفته فوق في يبقى الجملة دي كده معناها بتقوله ان انت هتدخل على الوول وتعدي على كل فيس في الوول. وانت بتعدي على كل فيس يدي له اسم اف. وانت بتعدي بقى هيعمل ايه? هو دلوقتي بيعد على كل اه فيس من الوول ده. والمفروض ان في اللحزة اللي هو بيعد عليه على الفيس يدي له بقى درجة الحرارة اللي هو عايز. اللي دول كده تبع اللوب. وبستخدم امر بروفايل. ده هو الامر المسؤول ان انا اعرف تخص الفيس. وافتح خص المفروض ان انا دلوقتي ده اعدت على معين. الفيس ده اسمه الفيس ده جزء من الجدار اللي هو اسمه. الفيس رد بتاع اللي انا بعد عليه دلوقتي اللي هو المفروض ان انا البرامتر اللي انا بعدله هو الاسم فوق انا سميتها فهستخدم نفس الاسم اللي انا سميته فوق هنا اللي هو تي هستخدمه تحت هنا. ده كده يمثل البرامتر اللي انا هغيره اللي يخص الفيس الف اللي هو جزء من الجدار يساوي واكتب هنا او القيمة اللي انا عايزة. اللي هي في الحالة لسه ابتدائية خالص. هعتبر انها قيمة سابتة خمسمية وخلاص. وحط كده اللوب خلصت. وهعمل بقى هقفلها. فبعد ما يخلص هو طبعا بعد ما يخلص الجدار بالكامل. بقى بدخل على يعني اقفل اللوب دي ونفس القوس ده اقرره هنا ده. يبقى الكود ده بيعمل الادي. اول حاجة دي دي حاجة اساسية بتربط بين والكود السي اللي انت هتكتبه. بعد كده بقى استخدم عشان اعرفه ان انا دلوقتي كل اللي انا هعمله ان انا هعرف حاجة تخص هستخدم اسم ده الاسم اللي انا هستدعي به الكود بتاعي داخل وتاني حاجة هنا في تاني حاجة هنا في القوس هي تمثل الجدار اللي انا هشتغل عليه في الحالة دي فسميته تالت حاجة هو البرامط اللي انا هشتغل عليه اللي هو فسميته بعد كده فتحت القوسين القوسين دول اساسيين دول اللي هما جزء من كل الجوة ده هيبقى تعتبر حاجة كود تبع تبع تعريف عرفت اللي هو اللي انا هعدي عليه لان انا كده كده هعدي على كل من فبستخدم ده اللي يستخدم لتعريف الفيس اه عشان افاهم الكود ان الاف ده يمثل فيس حاطت سمي كولن قفلت السطر بعد كده هقول له بقى ابدأ اعدي عليهم واحد واحد فقولت له بجين اف له وحطيت الاسم اسم الفيس لما يجي عد على كل فيس هيدي له اسم فسميته اف هعدي على كل الفيس اللي هما جزء من الجدار فكتبت في كومة وحطيت اسم السطح الكامل اللي انا هعدي عليه اللي هو الوول في الحالة بتاعتي وهو نفس المسلم اللي انا عرفته فوق وافتح قوسين واقول له وانت بتعدي بقى عليهم فيس فيس اه غير عن طريق امر اف بروفايل وفتحت قوسين طبعا هو بيغير التمبيرتشر بتاعت الفيس اللي هو جزء من الجدار وهنا بحط ايه البرامتر اللي هو بيغيره اللي هو النفس البرامتر اللي انا عرفته فوق هنا واقول له بيساوي خمسمية هحطت سمي كولن قفلت السطر قفلت اللوب بتاعتي بالبراكت ده لان مش محتاج اعمل حاجة تانية كله عايز اعمل له انا خلي درجة حاجة خمسمية وبعد كده استخدم عشان اقانهي اللوب دي الكود ده بالزبط كده انا قدر اشغاله وفعلا كله اللي هيعمله انه هو يخلي درجة حاجة سطح خمسمية دلوقتي بقى انا عايز اعدل في الكود ده علشان يخلي درجة الحاجة دي معتمدة على او اللوكيشن اللي انا عايز استخدمها هي دي اللي هي سالب تلات تلاف ومتين اكس تربيع زائد الف ستمية اكس زائد تلتمية عايز احط المعادلة دي في الكود فهنكتبها الاول كده نكتبها هنا مع بعض القيمة دي هي سالب تلات تلاف ومتين في اكس تربيع في اكس في اكس زائد الف ستمية في اكس زائد تلتمية كده دي دي المعادلة بتاعتي اللي انا عايز الكود يلتزم بها طبعا ايه هو اكس انا لو سيبت الكود كده وحاولت اشغاله مش اشتغل لانه ما يعرفش ايه انا عايز اعرف له ان الاكس دي هو بتاع اللي انا بعرف له درجة الحرارة المفروض ان السطر ده بيشوف الفيس اف اللي هو جزء من الجدار ويغير درجة حرارته على حسب القيمة اللي محطوطة هنا فالقيمة اللي اللي محطوطة دي بتعتمد على بتاع اف فانا محتاج محتاج اعرفه ان اكس دي بتساوي اللوكيشن ففيه امر خاص بتعريف اللوكيشن بتاع اي او اي سل اسمه اف اندرسكور سنترويد ده كده بيطلع اللوكيشن بتاع مركز الفيس امر اف سنترويد ده بيحتاج ايه بيحتاج تلات حاجات اول حاجة هيحتاج مسمى يخزن فيه اللوكيشن ده اللي هو بالنسبة لي هيب اكس وهو محتاج يعرف يحط اللوكيشن في متغير فانا ديتو اكس اكس ده هيتخزن فيه اللوكيشن بتاع الفيس تاني حاجة بيحتاج يعرف هو هيخزن اللوكيشن بتاع ايه اصلا بتاع الفيس فالفيس بتاعي احنا عرفنا الفيس نو اف والفيس ده تالت حاجة جزء من جدار فبكتب التالت حاجة في مبين القصين اللي هو اسم الجدار او اسم اللوكيشن اه او اسم الباوندر اللي انا بشتغل عليها اللغة الوور وحط سيم كله يبقى دلوقتي المفروض ان هو هو بيعدي على كل فيس من الجدار بيخزن الاول اللوكيشن بتاعه داخل اكس وبعد كان ييجي هنا في الاف بروفايل بيجي معاوض بقى طبعا هو بقى عنده اللوكيشن اكس فيضربه في المعادلة دي ويطلع التمبرتشا بكام ويخزنها هيقابلك مشكلة تانية اللي هو اللوكيشن بتاع اي فيس عبارة عن يعني مش مجرد اكس لان انا عندي لو اسري دي فهو بيخزن اكس واي وزد داخل الاكس وبالتالي الاكس دي فيها تلات حاجات مش حاجة واحدة فيها تلات قيم اكس واي وزد كمان لو انا شغال سري دي فانا هنا عايز اخد الاكس بس فعشان اخد الاكس بس اه لازم احط هنا قوسين وحط زيرو لو حطيت واحد يبقى هياخد الواي حطيت اتنين ياخد الزد فانا في الحالة دي عايز اكس اكس كوردنيت فحكتب زيرو يبقى اكس بين قوسين زيرو ده كده يبقى بتاع الفيس اخر حاجة دي دي حاجة تخص السي بلاس بلاس وانا اصلا بمانا استخدمت الاكس لازم افهمه الاكس ده ايه يعني الاكس دي هيتخزن فيها قيم ايه طبيعة الحاجة لاتخزن فيها فهاجي هنا واقول له يبقى اكس ده حاجة هتخزن فيها قيم ريال وبمانا هنا اصلا السنترويد قلنا بيخزن اه بيخزن كزا حاجة يعني هيتخزن فيه اكس وواي وزد اللي هم تلات قيم لازم اعرفه اعرفه انه انا بعرف ان الريق الاكس ده لازم اقوله انه هيتخزن فيه تلات حاجات او في الحالة بتاعتي ده هيبقوا اتنين بس لان انا تو دي عشان اريح نفسي والكو دي بقى مناسب لك تو دي والسري دي في حاجة كده جاهزة في في الانسز اسمها ان دي اندرسكور ان دي دي كل اللي بتعملون هي لوحدها اوتوماتيك بتشوف هو هل انت شغلت دي ولا السري دي لو شغلت دي يبقى دي قيمتها باتنين يبقى الاكس دي هيتخزن فيها القيمتين لو انت شغل سري دي قيمة دهية هتبقى تلاتة وبالتالي الاكس هتتعرف على انها بيتحط فيها تلات قيم فمتشغلش بالك بقى يبقى الكود مناسب سواء شغلت دي او سري دي يبقى اللي هيحصل كالاتي ان انا معرفت الاول ان اكس دي قيم ريال وهيتخزن فيها تلات قيم لان ان دي اندرسكور ان دي بترجع او بتديني عدد اللي في الحلقة دي هيبقى اتنين مش تلاتة فهيتخزن في اكس خمتين وانا هدخل على اللوب وانا بعدي في اللوب على كل الاوجه اللي من الجدار اول ما بعد على الوجه دوت بجي جاي مخزن بتاعه عن طريق امر بخزن بتاع اف اللي هو جزء من الجدار في الاكس اللي انا عرفتها فوق وبعد كده هيحسب درجة الحرارة من المعادلة ديت اللي بتعتمد على الاكس الاكس بس فجنب كل اكس حطيت ما بين قوسين كلمة اه زيرو عشان ياخد الاكس كوردينت بس انا مش عايز واي كوردينت وعلى حسب المعادلة دي بعد ما عوض فيها يجي مخزن القيم دي داخل اه اللي هي الجزء من الجدار اللي هو الول كده بنا خلصت الكود بتاعك الكود البسيط ده هو المسؤول انه هو يدخل ويعرف لي درجات الحرارة على الجدار كفونكشن في الاكس بتاعة الجدار بعد ما بخلص بسايف وبعد كده بفتح هنا وبادخل على واعمل هنا براوز الفايل ده هرجع هنا اطلع في الغاية لما اشوف المكان بتاعه بتاعه فين ده الفايل اللي انا سايفته هدوس واعمل واستنى شوية لو في اي في كتابة الفايل هيظهر لي هنا وهيظهر لي رقم السطر اللي فيه المشكلة وعشان كده بيبقى احسن لانه هو اصلا الاسطر المترقامة لو بتكتفل نوت بات هتتعب شوية في ان انت تشوف السطر اللي فيه المشكلة بعد ما خلصت هفتح انا بقى الول دلوقتي هلاحز هنا هو ظهرت عندي هدوس اوكي وبعد كده اشغل الحل واشوف ايه اللي هيحصل هلاحز هنا فعلا ان درجة الحرارة في الاول كانت بتسيت والبدأ اللي هو يسخن فقط لما وصلنا تقريبا لماكسيوم درجة الحرارة في النص بعد كده درجة الحرارة بدأت تقل فالرجع تاني بتاعي درجة الحرارة تقل وقدر هنا اعمل هعمل هنا عشان اوضح توزيع درجة الحرارة بشكل احسن البلوت هيبقى على الجدار في اتجاه اكس واقول له بلوت هيطلع لي توزيع درجة الحرار زي ما انا شايف اهوة ان في اول الجدار درجة حرار تلتمية ده على حسب المعادلة اللي انا حطيتها تبدأ تزيد تدريجية لما تصل لخمسمية في نص الجدار بالزبط وقدر ترجع كده يبقى انا خلصت المسئولة عن تغيير على الجدار كفانكشن في وقدر استخدم ده برضو في ان انا اعمل لو مسلا عايز تخلي السرعان هو داخل يبقى بدل ما يبقى درجة آآ سرعته سابتة على طول المدخل لا يبقى بيتغير لانه على حسب مقاعدة المعروفة فتقدر برضو تملايه بنفس الطريقة بس في الحالة مسلا ديت هيبقى التغير في اتجاه واي مش في اتجاه السرعة تتغير في اتجاه واي فهنا لما اجي اكتب آآ اكسوف زيرو لأ اكتب اكسوف وان واكتب هنا واحد لما اكتب هنا واحد يبقى كده المتغير ده يمثل الواي كوردينيات مش الاكس كوردينيات لو بتغير فاتجاه زد يبقى هكتب اتنين وهكزا اتمنى الفيديو ده يكون مفيد وبإذن الله هسيب الكود في الدسكريبشن لو حد عايز يجربه سلام